في هذا الفيديو هنحكي مع بعض قصة كل شخصيات بنتين نعم عارف ان كلكم متعرفوش كل شخصيات بنتين متأكد من الشهده لان شخصيات بنتين كتيرة جدا جدا ومن ابعاد زمنية مختلفة ففي هذا الفيديو هنحكي لكم كل قصتهم المختلفة عن التيني خالص زي الشخصيات اللي ظهرك قدامك وحارفيا فيديو النهاردة فيديو مميز وفيديو ستوري لازم تسمعون للنهاية اعمل لايك عشان نوصل لفيديو ده تعبت عليه جدا نوصله عشرة الاف لايك فعد الوقت اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة ونبدأ على طول في فيديو النهاردة وهو جميع شخصيات بنتين وقصصهم المختلفة ونبدأ على طول ببنتين الشخصية الرئيسية اللي اتعملها كرتون كامل واكيد كلنا سمعناه طبعا بنتين عنده ساعة خارقة بتحول لعشرة طال خارقين ومن خلالهم بيدفع عن المدينة اللي هو فيها وبيدفع عن كل مكان يروحه من الاشرار بنتين بيسكن مع جدو ماكس وبنت عم وبين في حافلة اللي احنا كلنا عارفينها اللي ظهر قدامكم كلنا عارفين الشيه ده من سنين طويلة بنتين بيدفع عن المدينة بتاعته وبيحميها من اي خطر بيجي لها حرفين بنتين هنا طيب وبيدافع عن المدينة بتاعته ونيجي للشخصية التانية بنت 23 اي وزامة سمعت كده اسم الشخصية اللي ظهر قدامك بنت 23 اللي بيستغل حرفياً قدراته اللي في المدينة اللي ظهر قدامك انه بس يثلي نفسه ويتباهى بالقدرات اللي عنده شخصياته نفس شخصيات بينتين واقصر حرفين جماعة شخصياته هنا شخصيات تنتز باللون الازرق زي ما ظهر قدامك لكن هل بيستخدمها ان يدافع عن المدينة اللي هو فيها الاجابة هي لا زي ما ظهر قدامكم هو هنا بيهوج لنفسه او بيتباهى بقدراته الخارقة وكمان سمى الساعة بتاعته هيرو واتش او ساعة البطل حرفين هنا تباهى وواضح جداً جداً من الصورة اللي ظهر قدامك انه بيتباهى بالشخصية بتاعته او بالساعة والقدرات اللي امتلكها فهنا على التون نيجي للاعداء بتاعته مين الاعداء؟ ده اشكال الاعداء لبنت 23 اللي بيحاول يتصدى ليهم طب ايه هو هدف الاعداء دول الاعداء دول حرفين جماعة احسن الاعداء اللي شفتم في حياتي الاعداء الدول مسؤول عنهم الشخصية اللي قدامك شخصية معروفة الشخصية دي بتحاول انه تاخد الساعة من بنتين زي ما ظهر قدامك عشانهم ما يستحقهاش ويستخدمها في اشياء خطأ زي ما قلت لكم بالتباهى بس بيها لانه بعد كده سابها البنتين لانه وعدوا انه يبدأ يستخدمها بطريقة صح وخلاص ينسى التباهى وهنا تكون خصة قصة بنتين 23 نيجي لقصة اللي بعد كده وهو بنتين ماد بنتين بنتين السيء او بنتين المجنون الشخصية اللي ظهرها بجدامك دي حرفيا جمع كله تصرفاته اسوأ من الجابليد هنا بنتين الشرير اللي بيعمل كل حياة سيئة وحرفيا بيستخدم القوة الخارقة دي عشان يدمر ويكسر ويعمل كل شيء خطأ في المدينة حرفيا اشكال فضيينه زي ما ظهر قدامك بتمتاز باللون البرتقالي وزي ما اعتدنا لكل الشخصية من شخصيات بنتين اعداء نعم الاعداء اللي ظهر قدامك او العدو ده هو عدو بنتين في مات بنتين بنتين السيء ده العدو بتاعه هنا اشكال شخصيات او اشكال السكان بتاع المدينة اللي فيها حرفين بعد ما اتدمرت شيء غريب لكن الاغرب الاغرب حرفيا ان الشخصية اللي جدامك دي بنتين حرفيا يعني نفس سلسلة بن حرفين هنا اسمه بنتين نيون حزي كده نيون تجيب او ميون حزي كده لكن الاسم قالوش لازمة حرفيا لانا صدمت حرفيا ان انا معرفت الشخصية اللي جدامك دي من سلسلة بن نعم السلسلة دي او الشخصية دي ظهرت في فيلم بنتين اللي عرض على كارتون نتورك وعرض حرفين على كذا ونصة زي ما ظهر جدامك اتفاجعت حرفيا ان ده من شخصيات بين او تبع نفس السلسلة بين وهو شخصية شريرة ولكن لما سافر لبعد بنتين بنتين ما جسرش كالعادة بنتين بيدافع عن مدينته حرفيا هنا قضع عليها وبعدوا عن مدينته نهائيا نيجي للشخصية اللي بعد كده وهي بنتين عشرة الاف اللي ظهرت جدامك بنتين عشرة الاف حرفيا يا جماعة بالنسبة لي ده احسن شخصية بنتين في كله لماذا؟ لانه يقدر يتحول لعشرة الاف شخصية يقدر يدمش كل الفضائيين بتاعوته في شخصية واحدة زي ما ظهر جدامك عنده عشرة الاف شخصية فضائية من خلالهم بيدافع عن المدينة بتاعته هنا شخصية حمد لله انها طيبة ومنجوز ومخلف عندنا طيبا ولده اسمه ماكس حاجة اي ان كان اسمه عموان ولده منجوز ومخلف هنا قصة بنتين عشرة الاف طيب من هو شخصية البيدو؟ حرفين شخصية البيدو هو الشخص اللي ظهر جدامك ده نعم اتحول لشخصية البيدو اللي بتظهر على شكل بنتين لكن هو بيحاول انه يرجع لنفس شخصيته من خلال انه هو يسرج الحمد لله او شيء من ساعة بنتين عشان يرجع زي مكان نعم زي ما ظهر جدامك بزرق حرفين انا صدمت بعد معرفتي كده وده يا جماعة كان باختصار كل شخصيات بنتين اللي ظهر جدامك شرحنا قصصهم باختصار ولكن فيديو النهار دعم لايك الفيديو وسلام